ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية وفي بداية الاجتماع أكد المجلس حرصه على متابعة تنفيذ التوجيهات المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى بتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب الفلسطيني جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها والتي تعكس موقف مملكة البحرين الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لافتا إلى الحملة الوطنية يوم التضامن مع أهالينا في غزة نحن معكم التي انطلقت برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتمكنت من جمع ما يزيد على 16 مليون دينار والتي قدم خلالها ابناء البحرين الصورة الجميلة في نصرة أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني منوها المجلس بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتنسيقها المستمر مع الأشقاء من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ثم نوها المجلس بأهمية اتفاقيات الشراكة التي تم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصينعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي استضافت مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع مؤخرا والمشاريع التي تم الإعلان عنها والتي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي مليارين ومئتي مليون دولار أمريكية مرحبا المجلس بمراصم الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية الشقيقة للشراكة الصينعية التكاملية والذي جرى توقيعه بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا بعدها أكد المجلس على أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ليسود الأمن والسلام في المنطقة وبما يكفل حماية الملاحة البحرية الدولية وسلامة المدنيين وضمان أمن ومصالح الدول من أي اعتداءات على الملاحة البحرية الدولية بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول التزام الجهات الحكومية باتفاقية المدد الزمنية للرد على الاستشارات بما يساهم في تسريع الخدمات ذات الصلة بالتخطيط والتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو أنجري أنرجيز شركة مساهمة بحرينية مقفلة مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقارين للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وبعدها استعرض المجلس المذكرة التالية مذكرة اللجنة الوزرية للخدمات المجتمعية بشأن مؤشرات سوق العمل للعام 2023 التي أظهرت استفادة 29.533 مواطنا من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها خلال العام 2023 بما يزيد على 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنويا موجها المجلس في هذا الصدد الشكر والتقدير لجميع شركات ومؤسسات القطع الخاص التي أسهمت في توظيف البحرينيين خلال العام 2023 فيما أظهر التقرير كذلك تدريب 11 ألف وثمانية وسبعين مواطنا خلال العام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 ألف بحريني مذكرة سعدة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات الفترة من يناير لغاية ديسمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال عام 2022 بما يسم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للموطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمر 2024 الزيارة الرسمية لسعادة وزيرة شؤون الشباب لجمهورية قرغستان وزيارة سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر